قالت عدة تقارير أمريكية بأن هناك استعداد لردع قدرات الصين النووية ليقابل ذلك اتهام من الصين لواشنطن بافتعال سباق نووي كمبرر لزيادة قدراتها النووية وتحقيق مكاسب استراتيجية على حساب دول أخرى الخلافات بين بكين وواشنطن أهمها الآن الملف النووي الأمر الذي يثير مخاوف العالم من نشوب حرب نووية تستهلك ملايين البشر في حال اندلعت تهديدات مستمرة من القوى العالمية خاصة أمريكا وروسيا والآن تلحق بهما الصين ما يشكل غيوما سوداء فوق عالم يعاني بالأساس من صراعات دولية في وقت وصلت فيه الرؤوس النووية حول العالم لنحو 12 ألف رأس أو أكثر وذلك بالنسبة لأمريكا فإن روسيا منافس تعرفه منذ عقود ولا تخفي تطويرها لترسانتها النووية على عكس الصين التي لا تعلن عادة عن أي من الأرقام الخاصة بترسانتها ولا بتطلعاتها النووية فهي التي تملك حاليا 500 رأس نووي جاهز للاستخدام هذا الرقم ليس بالضخم مقابل أكثر من 37 ألف رأس نووي أمريكي فضلا عن أكثر من 1500 رأس في الاحتياطي النووي لواشنطن لكن أمريكا وخاصة وزارة دفاعها أكدت أن الصين تسعى لمضاعفة رؤوسها النووية في نهاية العقد الحالي ليس ذلك فحسب بل تنوي أيضا زيادتها لنحو 1500 رأس حربي بحلول عام 2035 هذا التسارع يضع واشنطن أمام قرارات تتخذها لعدم إتاحة الفرصة أمام الصين للحاق بها في هذا الملف وفي هذه المساعي على وجه الخصوص ماذا لو اندلعت حرب نووية في العالم؟ هذا سؤال يخشى طرحه فتداعيات الكارثة تفوق التصورات في أحدث السيناريوهات التي طرحتها بوليتيكو خلال 72 دقيقة ستتمكن ثلاث دول مسلحة نوويا من قتل المليارات من البشر أما الناجون سيتضورون جوعا على أرض مسمومة لا ينمو فيها النبات تلك الأرض المسمومة ستسبب مجاعة عالمية ستقتل أكثر من خمسة مليارات شخص على أقل تقدير المناخ هو الآخر سيتأثر فطبقة الأوزون ستتدمر بسبب السخونة الناتجة عن استخدام الأسلحة النووية وهذا يعني مزيدا من الأشعة فوق البنفسجية ستؤثر بدورها على الإمدادات الغذائية هو الجنون بعينه تقول الإيكونوميست فالحرائق الناجمة عن الأسلحة النووية ستنتج نحو 165 طن من الكربون السام المعروف باسم السخام والذي سينتشر بكمية كبيرة في الغلاف الجوي وهذا من شأنه أن يقلل أشعة الشمس بنسبة 70% على مدى عشر سنوات تنحجب أشعة الشمس وتتقلص كمية الأمطار بنسبة تصل لـ 50% تنخفض الحرارة بمقدار ثماني درجات ويبدأ ما يسمى الشتاء النووي الذي ينذر ببداية انقراض الجنس البشري بين الولايات المتحدة والصين سباق لا يهدأ فالعلاقات وإن اتسمت في أحيان قليلة بالتفاهم بينهم فذلك لا يعني أن فيها فرصا لهدوء في العلاقات فالتفكير في الخطوة التالية بشأن من سيفوز على من حاضر دائما في كل الملفات باختلاف أنواعها ولكن أكثرها رعبا هو ملف السباق النووي في مارس الماضي وفق الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة استراتيجية نووية سرية للغاية تعرف باسم إرشادات التوظيف النووي هذه الخطة التي يتم تحديثها كل أربع سنوات ستعيد توجيه استراتيجية الدعم الأمريكية لأول مرة للتركيز على التوسع السريع للصين في ترسانتها النووية تحول يأتي في الوقت الذي تعتقد فيه وزارة الدفاع الأمريكية بأن مخزونات الصين ستنافس حجم وتنوع مخزونات الولايات المتحدة وروسيا أيضا وذلك على مدى العقد المقبل الصين من جانبها وفور تداول هذه التقارير ردت بأنها ليست في سباق نووي مع أمريكا ولا مع أي دولة أخرى لافتة إلى أن الولايات المتحدة تروج لرواية التهديد النووي الصيني سعيا منها لتحقيق مكاسب أخرى وإيجاد ذرائع استراتيجية لها لكن ما تخشاه أمريكا بشأن التحرك النووي الصيني لا تدعمه الأرقام بشكل كبير خاصة مع الفارق الضخم ما بين ما تمتلكه كل دولة منهما فللصين والصين تمتلك خمسمائة رأس نووي فقط في وضع التشغيل وفق آخر تحديث بعد زيادة أخيرة بلغت تسعين رأسا نوويا مقابل ذلك تمتلك الولايات المتحدة خمسة آلاف ومئة رأس نووي منها ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية واربعون رأسا نوويا جاهزا للتشغيل لكن وزارة الدفاع الأمريكية تقول بأن الترسانة النووية الصينية ستتوسع بأكثر من ألف رأس نووي بحلول عام 2030 ومع هذه التوترات يخشى العالم اندلاع حرب نووية بين الدول الكبرى فبحسب أحدث الأرقام والإحصاءات هناك نحو 12 ألف رأس نووية حول العالم 90% منها تمتلكها الولايات المتحدة وروسيا وحدهما من جنيف عبر تطبيق زومة التحقبية السيد مارك فينو مباحث في مركز جنيف للسياسات الأمنية أهلا وسهلا بك معنا الآن التقارير تتحدث عن خطة سرية لبايدن تعيد لأول مرة توجيه استراتيجية الردع نحو جهود الصين كي لا توسع ترسانتها النووية برأيك ما دلالات هذه الخطة في هذا التوقيت من المثير للاهتمام النظر إلى التوقيت توقيت نشر أو تسريب هذا التقرير نحن في خضم حملة انتخابية رئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية وبكل تأكيد التوترات عالية اليوم مع روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وأيضا بالنسبة للصين نظرا لهذه التوترات المحيطة بطايوان إذن من المحتمل أن يكون هذا ينم عن هذه المناقشات الداخلية التي تجري الآن في الولايات المتحدة الأمريكية حيث هناك الكثير من القلق تجاه الصين وحتى بشكل ملموس نفكر بأترسانة روسية أيضا وحتى الأمريكية من النحية النووية هذا القلق اليوم أو هذا الخوف من أي تنصيق أو تحالف في الضربات بين روسيا والصين وحتى كوريا الشمالية هذا أمر يقلق الإدارة الأمريكية وهذا أمر اليوم يجب أن يعتمد ليبرر كل الأنفاق الإضافي من الناحية العسكرية والنووية في الولايات المتحدة الأمريكية مع مليارات الدولارات في السنوات القليلة المقبلة ما يعادل تكلفة مشروعين في منهة كل سنة وأيضا هذه الأرقام عالية جدا ولكن بالمقارنة بالرؤوس الموجودة في الصين نعرف أن ربما 10% من الترسانة الأمريكية فقط موجودة في الصين وهنا تساؤل مهم سيد مارك اسمح لي رغم الفرق الشاسع في الأرقام هل تستطيع الولايات المتحدة أن تبدأ بنظرة مستقبلية في الحد من أن لا تتزايد هذه الرؤوس النووية التي تكون قيدة تشغيل عند الصين منذ هذه اللحظة أم أنها من الممكن أن تنتظر لأنه في فارق في الأرقام كبير الصين لطالما قالت أنها ستكون مستعدة لأدخول في أي مفاوضة للحد من انتشار السلاح النووي ولكن نحن بعيدون جدا عن هذه البداية ولكن على رغم من ذلك أظن أنه في مصلحة الصين وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية بالبدء بهذه المحادثات والمفاوضات التي تطال خفض التوترات وأيضا خفض احتمالية استخدام أو حتى حدوث حوادث في الأسلحة النووية ولكن في الوقتين يمكننا أن نرى أن الصين تحاول استخدام هذه الفكرة للمفاوضة وحتى النقاش كأداة أو كميزة من أجل تقليص الضغط الموضوع على الصين بسبب طيوان كما تقوم بالأمر عينه روسيا من أجل أن لا تبدأ بهذه الجهود من أجل عدم الالتصاق بفقط الفكرة الأمريكية بالدعم لأوكرانيا سيد مارك ذكرت نقطة مهمة هي مسألة الحدم للانتشار هل كل ما يحدث هو مرتبط فقط بأن لا تزيد هذه الرؤوسة النووية أم أن اتساع الحروب وكثرتها في هذا الوقت الراهم في العالم من الممكن أن يذهب للتعامل بهذه الرؤوسة النووية أو بضربات نووية تكتيكية أو خلافه نعم بكل تأكيد لطالما كان هناك هذه الجهود المظهولة من أجل التسلح والصباق السلاحي قبل وبعد الحرب الباردة كان هناك الاتفاقات العديدة من أجل محاوطة هذه الجهود ومن أجل تفادي أي تصعيد في هذا الصدد ولكن اليوم نحن في حالة نجد فيها أن عددا من هذه الاتفاقات الهامة من أجل الاستقرار الاستراتيجي إذن هذه الاتفاقيات ربما اختفت لأن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت منها والآن روسيا لا تطبق اتفاقية أو معاهدة نيو ستارت من بعد الاتفاقية الأولى في هذا الصدد من أجل الحد من الرؤوس المتوجدة في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهناك الكثير من النزاعات وأيضا الأزمات التي تؤجج احتمالية استخدام هذه الأسلحة النووية بشكل عمد أو غير متعمد وذلك يجمل أيضا في النزاعات الإقليمية مثلا في الشرق الأوسط أو حتى مع إسرائيل أو في آسيا بين الصين وباكستان وفي الوقت عينه وعلى الرغم وبدلا من التفاوض على الاتفاقات من أجل تقليص الأعداد والأرقام والتوصل إلى منظومة جديدة لألحد من التسلح هناك الصباق وراء التسلح وهناك أدنى الاستثمار في الأسلحة الأخطر والأكثر فتكا كمثلا الصواريخ فرد صوتية أو حتى الأسلحة الأخرى في هذا المجال شكرا جزيلا لك من جينيف عبر تطبيق زوم السيد مارك فينو باحث في مركز جينيف للسياسات الأمنية شكرا جزيلا لك